سيدي دسوقي حجازي رجعنا إلى كتاب الطبقات الكبرى لسيدي محيدين الطعمي مجلد الأول مكتبة ثقافية بيروت لبنان ها مولانا انت معايا نبتدي بالسادة الصوفي قدس الله سرهم هني مكتوب وفايات الماء السابعة من سنة 601 إلى 700 هجرية عبدالغاني بن عبدالواح الجماعيلي المقدسي الحافظ الشيخ المحدثين في عصره عبدالغاني المقدسي ايه تعرفوه هذا يمكن صحب تعطير المنام او اغرى كتبه دلوقت اما شيخ الاسلام الحبر الجهبذ البحر الجبل الحج المحيط امام عصره وشيخ دهري كان غوث عصره وقطب دهريه تتلمذ على يد الشيخ عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه وكان يسمونه امير المؤمنين في الحديث وقد جمع مناقبه الحافظ يا الدين المقدسي قال فيها رأيت فيما يرى النائم وانا بمدينة مرو مرو هذي في خرسان بيران والله ابن المبارك المرويزي يخذت في المكيف ايه والله كأن الحافظ وانا بمدينة مرو رأيت فيما يرى النائم وانا بمدينة مرو وكأن الحافظ عبدالقاني جالس والامام محمد ابن اسماعيل بخاري بين يديه يقرأ عليه جزئان وكان الحافظ يرد عليه شيئا ومن كراماته قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يمشي وانا امشي خلفه الا ان بيني وبينه رجل بس ما قال من هو الرجل من كراماته كان رجل فقيه ضرير يبغض الحافظ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه الحافظ ويده في يده في جامع عمر بن العاص وهما يمشيان يرحمكم الله وهو يقول يا رسول الله حدثت عنك بالحديث الفلاني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح ويقول حدثتك حدثت عنك بالحديث الفلاني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح حتى عدد ماءة حديث قال فأصبح فناب فأصبح فناب من بغضه يعني تركز البغض تاب من بغضه ايه والله من كراماته رأى رجل الحافظ في النوم يمشي مستعجلا فقلت إلى أين فقال أزور النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأين هو قال في المسجد الأقصى فإذا النبي وعنده أصحابه فلما رأى الحافظ قام له وأجلسوا إلى جانبه قال فبق لي الحافظ يشكر له ما لقيه ويبكي ويقول يا رسول الله كذبت في الحديث الفلاني والحديث فلاني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقت يا عبد الغني صدقت يا عبد الغني وعد له الضياء المقدسي كرامات كثيرة باهرة انظرها سبحان الله يعني هم بالكرامات الصوفية مشهولة العلم صح عبد الله ابن الحسن الجبائي الطرابلسي الطرابلسي ما أدري عدئي الشامي طرابلس لبنان الشامي الفقيه الزاهد أبو محمد العارب بالله تلميذ عبد القادر الجيلاني بعد ظله عنه وكان له حرم عظيمة ببغداد وكان للشيخ الجبائي مجاهدات ورياضات يطول الذكره وكان إذا صلى في السوق قام له أهل السوق من كراماته رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله أيناب الرجل على أيثاب الرجل على قراءة القرآن فقال نعم فقال يا رسول الله بفهم وبغير فهم فقال بفهم وبغير فهم فقلت يا رسول الله بحرف وبصوت فقال وهل يكون كلام بغير حرف وصوت وهل يكون كلام بغير حرف وصوت محمد بن أحمد غوث عصرين جاءت لأحمد بن حمل بس مع ربنا قال لو رأيته المئة لا أسألنه يا ربي ما أشق رب ما يتقرب به المقربون إليك قال تلاوة كلام قال له بفهم وبغير فهم قال يا أحمد بفهم وبغير فهم محمد بن أحمد غوث عصره ابن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشق بعد يقرب لهم أخو الشيخ موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني الشيخ الزاهد العابد أبو عمر صاحب المجاهدات الرهيبة قلل الأكل في مرضه قبل موته حتى عاد كالعود ومات وهو عاقد على أصابعه يسبح وحدثت زوجته قالت كان يقوم الليل فإذا جاء النوم عنده قضيب يضرب به على رجليه فيذهب النوم وذكر جماعا أن ابن الشيخ أبا عمر قطبه قام قطب الوقت قبل موته ست سنين الله من كراماته لما دفن رأى بعض الصالحين في نام تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مرى أبا عمر ليلة الجمعة فكأنما رأى الكعبة فأخلعوا نعالكم قبل أن تصلوا قبل أن تصلوا إليه الله إن كراماته كان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قد وقع أو زال من مكانه فأولوه بموته جبل أيوة يعني أول قالوا الجبل وقع قالوا يبا الشيخ حيموت قال أبو الفرج بن الحنبلي كان له قدم في العبادة والصلاح سمعت والدي يقول لو كان نبي يبعث في زمان الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة لكان هو وكأن عليه مهابة عظيمة لا يراه أحد إلا قبل يده الوالد شديد سيد وصرف كان الناس قبل له أغلت أخو موفق الدين بن قدامة الصاحب المغني في الفقه الحنبلي صح من كراماته ذكر الضياء بن عبد المولى بن محمد الضياء المقدسي أنه كان يقرأ عند قبر الشيخ سورة البقرة وكان وحده فبلغ قوله فلا 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 فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر فغلط فرد عليه الشيخ من القبر يا السلام قال فخفت وفزعت وارتعدت وقمت ثم مات القارئ بعد ذلك بأي يوم سبحان الله من كراماته قال وقرأ بعضهم عند قبره سورة الكهف فسمعه من القبر يقول لا إله إلا الله وكان أخوه الموفق صاحبه المغني يقول عنه وشيخنا ربانا واحسن إلينا وعلمنا وحرص علينا قراماته لما خرجوا بجنازته من القبر من الدير كان يوما شديد الحرف أقبلت غمامة فقط ظلت الناس إلى قبره وكان يسمع منها دوي كدوي النحل ولولا جند السلطان الذين حفظوا التابوت وحرسوه لما وصل إلى قبره من كفنه شيء من أيدي الخلق كانوا يتبركون بكفنه وإنما حاطوا به بالسيوف والدبابيس يعني منعنا اسمه الوسو لو لا ذلك كان الكفنة تقطع صح عبدالقادر بن عبدالله الفهمي الرهاوي الرهاوي ثم الحراني أبو محمد محمد الحافظ البحر الجهبد الحبر الجهبد شنو الفرق بين الحبر والجهبد مولانا الحبر من كلمات اليهود حبر الأعظم يعني كانوا يقولوا على قعب الأحضار حبر ومعنى حبر يعني أنه المداد اللي يكتب به والجهبد ذكي يعني يعني أنه جمع فأوعى لا ينسى يعني الداهية لا ينسى شيء الرحال محدث الجزيرة يعني كثير السفر من كراماته ما قال ابن رجب نقلته من خط الإمام ابن عباس ابن تيمية رضي الله رحمه الله قال رأيته بالخط الحافظ بخط الحافظ سراج الدين ابن شحبانة الحراني سمعته أبا الفتح نصر الله بن أبي بكر بن عمر الفراء الحراني يقول رأيته الحافظ عبد القادر رحمه الله بعد موتب أيام وهو جالس في مسجد الشيخ وفي يده مجلد وهو يسمع فقمت إليه فقلت يا شيخ عبد القادر أما قد ميت قال بلى وتحسب أني أبطل السماع أبطل السماع فلا زال أسمع إلى يوم القيامة عفوا من كراماتهم اشتركوا في القناة اور س reiterate